اشتركوا في القناة امتحانكم الوزاري امتحان الوزاري من هسا ضايل سنة ان شاء الله ما يكون الا امتحان تستمتعوا فيه اسأل الاجيال السابقة جيل 2005 تحديدا عم نستمتع الان في المادة احنا والله عم نستمتع متعة طلاب عم بيستمعوا الحصة تنزل مش لانه والله مادة وبدو يدرسها لانه مستمتع بفهم الحصة ما في ملل كله شرح وما في يعني اضاء على الوقت على العكس تماما شرح مفصل ومبسط وتغيير جو بنفس الوقت ايصال المعلومة بابسط الطرق حبايبي وصلنا معكم لموضوع اخذناه بالاول ثانوي موضوع الاتزان الكيميائي موضوع مهم هحتاجه بالوحدة الاولى وزيه هحتاجه بالوحدة الثالثة بالفصل الثاني يعني هحتاجه بالوحدة الاولى بالفصل الاول وهحتاجه بالوحدة الاولى بالفصل الثاني اللي هي بتكون الوحدة الثالثة اصلا في كتاب كامل الفصل الاول والثاني يعني الكتاب كامل فصل الاول وثاني 4 وحدات. الفصل الأول وحده أولى و ثاني الفصل الثاني وحده ثالثة رابعة الوحدة الثالثة بفصل الثاني. هي أول وحده بنبلش فيها فصل الثاني. وأنا محتاجه أيضا بالوحدة الأولى فصل الأول فلذلك موضوع الاتزان مهم. تتكون تركز معي في م Chemistry. كوي! لناس اللي ما كان تفهميته بالأول ثانوي. اللي شاروا البطاقة على العرض. موجود مادة الأول ثانوي عندكم واللي بشار البطاقة على العرض لأنه العرض انتهى. موجود عندكم الشرح على اليوتيوب إن شاء الله تعالى بشكل مفصل ومبسط إن شاء الله زي ما بدكم وزيادة موضوع الاتزان الكيميائي يا صديقي العزيز وقبل ما نبدأ بمعنى الاتزان الكيميائي وشوه الاتزان إذا بتتذكروا أخذنا نوعين من التفاعلات تفاعلات غير منعكسة وتفاعلات منعكسة المقصود بالتفاعلات غير المنعكسة هي تفاعلات تسير باتجاه واحد نحو تكوين النواتج المحترم هذا تفاعل المغنيسيوم مع الأكسجين بتفاعل احتراق ينتج عنه أكسيد المغنيسيوم زائد هيت حرارة بديش إياها الآن هاي فيها الآن خلاص الموضوع لما يتفاعلوا مع بعض بطلع السهم باتجاه واحد يعني كل كمية المغنيسيوم مع كل كمية الأكسجين اللي يتفاعلوا مع بعض كلهم أدوا إلى تكوين أكسيد المغنيسيوم يعني كامل الكميات اللي هون الثنتين تحولوا إلى أكسيد المغنيسيوم كامل 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 وبالتالي كله كله كون لنواتجه بس يعني ما ضل عندي إشي من هذول كله تفاعل وداني لتكوين النواتج فهاي تفاعلات تسير باتجاه واحد تسير نحو تكوين النواتج التفاعلات المنعكسة لا رايح جاي رايح جاي ايه يعني رايح جاي حضرتك يعني تفاعلات تسير باتجاهين من الأمامي والعكسي N2 زاء الثلاثة H2 بأعطيك الأمونية 2NH3 طلع السهم نصف سهم رايح نصف سهم راجع أو سهم رايح سهم راجع نحن كيف نعبر عنها؟ نصف سهم رايح نصف سهم راجع بهذه الطريقة تمام؟ أو بهذه الطريقة سهمين واحد رايح واحد راجع ماذا يعني ذلك؟ في التفاعلات المنعكسة يعني انت لو وضعت كمية من ال-N2 وكمية من ال-H2 هيتفاعلوا كميات مع بعض ويكونوا لك NH3 ال-NH3 عفوا لا تلبث أن تتكون إلا بتبلش ترجع تتحلل إيش يعني لا تلبث أن تتكون؟ يعني بس يتفاعل ال-N2 مع ال-H2 ويكون لي NH3 كمية معينة من ال-NH3 هاي الكمية المعينة من ال-NH3 ترجع تتحلل وتتفكك بتكون لك N2 و H2 فالتفاعل هو رايح بيكون لك NH3 وال-NH3 بترد تتحلل وتتفكك ترجع لك N2 و H2 التفاعل بظل رايح وراجع لحد ما يصل لحالة سميناها حالة الاتزان الكيميائي أو الاتزان الديناميكي واضح؟ حالة الاتزان هاي هاي الحالة بيصير فيها سرعة التفاعل الأمامي تساوي سرعة التفاعل عكسي ايش يعني؟ في عندي سرعة التفاعل أمامي يعني لما تضيف الماديتين هذول على بعض التفاعل الأمامي بتكون سرعة وعالية بيتبلش قل سرعة التفاعل أمامي وهس برجيك المنحنيات أنا عشان تتضحي لكم الصورة ليش بتبلش تقل لأنه هذول بيبلش يستهلكوا عشان يكونوا لك NH3 وفي عندي تفاعل عكسي وسرعة التفاعل العكسي الآن متى بيتزن التفاعل أو المعادلة يتزن التفاعل الكيميائي لما تصير سرعة التفاعل أمامي هذا سؤال وزاري سرعة التفاعل أمامي تساوي سرعة التفاعل عكسي كويس؟ وأيضاً أيضاً تراكيز المواد تثبت ليش هي بتتغير التراكيز يا أستاذ؟ آه بتتغير التراكيز هس بورجيكم كيف؟ بيجي نحكي عن اتزان ديناميكي عشان نفهم شو المقصود بذلك يا أستاذ ركز معاي الاتزان الديناميكي عفواً يعني هي حالة بشكل مختصر حالة يصل لها التفاعل المنعكس المنعكس يعني ما فيش اتزان في التفاعل غير المنعكس يعني هذا ما فيش اسمه اتزان في هذا التفاعل ليه؟ كل الكميات أعطت نواتج ونتهى التفاعل أما هون التفاعل رايح راجع فيه تفاعل منعكس فمنصل لحالة اتزان ديناميكي هي حالة يصل لها التفاعل المنعكس بحيث يستمر حدوث التفاعلين الأمامي والعكسي بنفس السرعة وتثبت جميع التراكيز يعني من ميزات الاتزان الكيميائي أن سرعة التفاعل الأمامي والعكسي بتكون متساوية اثنين جميع التراكيز تثبت لازم هذور الخاصيتين يتحققوا حتى يصل لحالة الاتزان تمام وهذا يتم من خلال التفاعل لوحده بشكل تلقائي يعني التفاعل المنعكس تلقائيا يا أستاذ العزيز يصل لحالة الاتزان حلو الكلام؟ طيب الآن بدك تنتبه لهاي النقطة أني حاط لك أنا هون مجموعة نقاط وهاي مجموعة النقاط مهمة جدا في بداية التفاعل يعني هون في بداية هذا التفاعل جيت بدك تعمل التفاعل أنت ما عندك في وعاء التفاعل إلا غاز النيتروجين وغاز الهايدروجين صح؟ جبت كمية من غاز النيتروجين وجبت كمية أنت من غاز الهايدروجين ومع كاش غيرهم أنا أتشتري معاك؟ لا مع كاش هاي مادي ناتش لسه ما تكونت رحت وضعت الأنتو والأشتو في وعاء التفاعل بتكون تراكيزهم في البداية أعلى ما يمكن زي ما أنت حطيتها لأنه أنت حطيت الكميات والتراكيز أنت اللي حطيتها أنت اللي وضعتها في بداية التفاعل فالكميات وتراكيز المواد المتفاعل اللي أنت والأجسو اللي معك بتكون تراكيزهم في البداية عالية ليه عالية يا أستاذ ما أنت اللي حطيتهم يا ابني الله يرضى عليك أنت اللي حطيتهم جوة وعاء التفاعل وبالتالي تراكيزهم بتكون عالية طيب بعدين مش ببلشوا يتفاعلوا ويكونوا لي أن أتش تري معنات شو بصير بتراكيزهم بتقل طب ليه بتقل يا أستاذ؟ لأنه فيه كميات منها تفاعلت مع بعض وعطتني NH3 عطتني NH3 عطتني NH3 فيبلش تركيز الـ N2 والـ H2 يقل شوي شوي في البداية لما كانت تراكيزهم عالي زي ما أنت وضعتها بتكون سرعة التفاعل الأمامي عالي ليه؟ لأنه تراكيز المواد المتفاعلة عالي سرعة التفاعل الأمامي متعلق بتراكيز المواد المتفاعلة إذا تراكيز المواد المتفاعلة كانت عالية سرعة التفاعل أمامي بتكون عالية في البداية لما تبلش تقل تراكيز المواد المتفاعلة بتبلش سرعة التفاعل أمامي تقل كويس؟ طيب بينما في المواد الناتجة في بداية التفاعل عندي مواد ناتجة ما عندي إذن ما في عندي كمية ماد ناتجة صفر تركيز ماد ناتجة صفر في بداية التفاعل صح؟ وسرعة التفاعل العكسي صفر ليه؟ لأنه سرعة التفاعل العكسي معتمدة على المواد الناتجة إذا في عندي نواتش بتركيز عالي بتكون سرعة التفاعل عكسي عالية بس أنت أصلا في بداية التفاعل ما عندك ماد ناتجي إذن ما في سرعة التفاعل عكسي صح؟ طيب لما تملش تتكلموا لن NH3 شو بصير بتركيز NH3 شوي شوي؟ قاعدة بتتكون بزيد 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 وهذا يعني سرعة التفاعل عكسي برضو شو مالها؟ بتزيد سرعة التفاعل عكسي برضو شو؟ بتزيد ركز معاي بالكلام اللي بدي أحكيه فلذلك قلت لك تركيز المواد المتفاعلة وسرعة التفاعل الأمامية تناقصان بعد بداية التفاعل طيب المواد الناتجي بتبلش تتكون فالمواد الناتجي تركيز المواد الناتجي وسرعة التفاعل العكسي بتبلش تتزايد لأنه عم بتزيد عندي تركيز المواد المتفاعلة عفوا عم بزيد عندي تركيز المواد الناتج لأنها عم تتكون لما نوصل لحالة الاتزان حكيينا تكون سرعة التفاعل الأمام والعكسي متساويتين وتثبت تراكيز المواد المتفاعلة والناتجة ركز معي هذول المنحنيين بلخصوا لنا كل شيء تمام بلخصوا لنا كل شيء بكل بساطة وسهولة وجمال انتبه معي انتبه معي وركز الآن في عندك منحنة على اليمين ومنحنة على اليسار نيجي على المنحنة اللي على اليسار اللي هو التركيز كويس مع الزمن اللي باللون الأحمر مادة متفاعلة اللي باللون الأزرق مادة ناتجة ها مادة هون ناتجة وهي مادة ايش متفاعلة حلو يلا ندرس انا وياكم الموضوع بشكل جيد في بداية التفاعل بداية التفاعل عند الزمن شو صفر صح في بداية التفاعل طلع قدش تركيز المادة المتفاعلة عالي جدا ليه؟ لأنك انت وضعته في بداية التفاعل انت حطيت كمية المادة المتفاعلة بكمية كبيرة لكن تركيز المادة الناتجة هي اللي باللون الأزرق قده صفر ما فيش تركيز لأنها لسه ما تكونتش في بداية التفاعل لسه ما تكونت الآن لما حطيت المواد الناتجة انت وبلشوا يتفاعلوا صارت المواد الناتجة لتركيزها يقل ليش؟ لأنهم بتفاعلوا مع بعض وبكونوا لنواتج فالمواد المتفاعلة قاعدة بتقل لأنها تحولك لنواتج فبيبلش تركيز المادة المتفاعلة يقل 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 مع الزمن هل تركيزها ثابت مع الزمن؟ لا والله ما هو ثابت متغير كيف يا أستاذ عرفت؟ لو إجيت بدي أخذ التركيز عند هاي النقطة قيله قيمة التركيز عند هاي النقطة قيمة ثانية عند هاي النقطة قيمة ثالثة عند هاي النقطة قيمة رابعة عند هاي النقطة قيمة خامسة عند هاي النقطة سادسة عند هاي النقطة سابعة فإذا التركيز متغير مش ثابت عماله بتغير بتناقص شوي شوي صح؟ صح يا أستاذ طيب يلا الآن انتبه معي ليجعل مواد الناتجة المواد الناتجة تركيزها صفر في بداية التفاعل هي صفر لما بلش التفاعل المواد المتفاعلة تتفاعل وتعطيك مادة ناتجة شو صار بكمية المادة الناتجة وتركيزها بزيد 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 انا عم تتكون بزيد 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 حلو هل تركيز المادة الناتجة ثابت لا والله ما هو ثابت متغير بدليل لو أخذت التركيز هون إلو قيمة له هن إلو قيمة هن إلو قيمة وهكذا إذن برضو تركيز المواد بالناتجة مش ثابت متغير عماله بتزايد صح الكلام والله صح الكلام يا أستاذ عداك العيد وهذا الكلام جميل جدا حلو حلو يالله نركز الآن طيب لمتى لما نصل لحالة الاتزان حالة الاتزان طلعشي بصيد في تركيز المادة المتفاعلة خلص ثبتت مع الزمن شايف ثبتت بطلت ولا تتناقص والماد الناتجي طلع ثبتت مع الزمن هاي نقطة الثبات هون هاي نقطة الثبات هون خلاص ثبت التراكيز رح يظل ماشي في خط مستقيم هذا وحي يظل ماشي في خط مستقيم هون منصل لحالة الاتزان التراكيز تثبت وليس شرطا أن تتساوى في فرق تقول لي والله هم لازم يتساوي التراكيز غلط وفي الوزارة بيجي كيك الأسئلة يضع دائرة مثلا عند الاتزان تكون تراكيز المواد المتفاعلة أعلى من تراكيز المواد الناتجي غلط تراكيز المواد الناتجي أعلى من تراكيز المواد المتفاعلة غلط تراكيز المواد الناتجي والمتفاعلة متساوية برضو غلط لكن تراكيز المواد الناتجي والمتفاعلة تثبت هذا الصح الثبات لا يعني التساوي بدليل هاي المواد المتفاعلة تركيزها متغير متناقص لحد ما ثبت خذ هاي النقطة وشوف التركيز هون قديش المواد المتفاعلة الماد الناتجة بلشت تتزايد لحد ما ثبت خذ هاي النقطة اللي ثبت عندها وهي الهقيمة هل هذول القيمة متساويات؟ لا هاي الهقيمة وهي الهقيمة مختلفات فليس شرطا أن تتساوى التركيز الذي يجب أن يتساوى هون سرعة التفاعل الأمامي والعكسي تعالوا أنا وياكم على منحنى سرعة التفاعل الأمامي والعكسي وننتبه أنا وياكم ركز معايا يا صبحي حاضر يا أستاذ نيجي نقارن الآن سرعة التفاعل بالزمن وهذا المنحنى بالديام مهم هيساعدني بوحدة سرعة التفاعل اللي هي الوحدة الثالفة واللي هي نفسها الاولى بالفصل الثاني انتبه معايا في بداية التفاعل عندي تركيز المواد المتفاعلة عالية فسرعة التفاعل الأمامي متعلق بتركيز المواد المتفاعلة سرعة التفاعل الأمامي متعلق بتراكيز المواد المتفاعلة هيا له يا أستاذ طيب الآن بما أنه في بداية التفاعل تراكيز المواد المتفاعلة عالية ما شاء الله ومعناته سرعة التفاعل الأمامي حتكون في البداية برضو إيش عالية مع المدة شو بصير بتراكيز المواد المتفاعلة بتقل فالتفاعل الأمامي بتبلش سرعة تتقل سرعة تتقل سرعة تتقل في البداية التفاعل الأمام بسرعة عالية لأنه تركيز المواد المتفاعلة عالية مع بداية التفاعل تركيز المواد المتفاعلة قاعدة تتناقص هذا يعني سرعة التفاعل الأمامي قاعدة تتناقص لأنه تركيز المادة المتفاعلة بقل لأنه العلاقة بينهم طردية بيظل يقل تركيز أعفون سرعة التفاعل الأمام بيظل هتقل حلو نيجح على التفاعل العكسي العكسي يعني راجع بالعكس هذا متعلق بتركيز المواد الناتجة في بداية التفاعل قديش تركيز المواد الناتجة صفر ما في مادة ناتجة عشان هيك سرعة التفاعل عكسي في البداية أقل ما يمكن صفر فش عندي مادة ناتجة فكيف بدو يرجع التفاعل عكسي كويس بتزيد عندي تركيز المادة الناتجة شوي شوي قاعد بزيد شايفين حلو بما أنه تركيز المادة الناتجة بزيد معناه سرعة التفاعل بتزيد يعني العلاقة عكسية سرعة التفاعل عفوا علاقة طردية بما أنه العلاقة الطردية بين سرعة التفاعل الأمامي وتراكيز المواد المتفاعلة والعلاقة برضه طردية بين سرعة التفاعل العكسي وتراكيز المواد الناتجي حلو؟ طيب تراكيز المواد الناتجي بتزيد سرعة التفاعل العكسي قاعدة بتزيد 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 أوكي لحد ما نصل لنقطة هذا التفاعل الأمامي سرعته بتقل هذا التفاعل العكسي سرعته بتزيد لحد ما نصل لنقطة يتساوي فيها مع بعض فبتتساوى سرعة التفاعل الأمامي والعكسي يبنصل لحالة الاتزان لذلك سرعة التفاعل الأمامي والعكسي عند الاتزان هي التي تتساوى والتراكيز تثبت وليس شرطا أن تتساوى دير بالك لأخبطوك ممكن يجيب لك أن سرعة التفاعل الأمامي والعكسي تثبت وسرعة التراكيز المواد المتفاعل والناجج تتساوى لا أبدا لا حسن سرعة التفاعل الأمام والعكسي تتساوى بالدرجة الأولى وإذا تساوت إجباري ثبتت تمام واضح فمنقدر نعتبر بهاي النقطة كل تساوي ثبات لكن مش كل ثبات يشترط فيه التساوي مش كل ثبات يشترط فيه التساوي هون لكن هون ثبات وهون عفوا تساوي واشترط الثبات لأنه حيثبتوا هون هاي اثنين حيثبتوا عند سرعة هون مقدارة حيكون واضح طيب هاي الحصة تبعت اليوم بخلاصتها البسيطة ما بدأ طول عليكم حتى الموضوع يتشبع ونراجعه صح بشكل امتكتك وامرستك وامنظم عشان الحصة القادمة هدخل على العوامل المؤثرة في الاتزان ومبدأ لوتشات ليه لأنه بالتوجيه في عندي لوتشات ليه بالوحدة الأولى حيظل يقولك لوتشات ليه لوتشات ليه لوتشات ليه تمام فبدنا ننتبه لوتشات ليه لوتشات ليه اخرنا لوتشات ليه معلم وراح نحكي الحصة القادمة انا وياكم عن العوامل المؤثرة في الاتزان وشو درس لوتشات ليه والخص لك اياهم تمام والخص لك اياهم ضروري تكونوا معنا اول باول ضروري انه الان تحصلوا على البطاقة بيمكنك تحصلوا على البطاقة مني انا شخصيا رقمي موجود 07 8 2531236 بيمكنك تحصل على البطاقة تبعثر اسمك الرباعي رقم تليفون رقم تليفون اساسي احتياطي اذا موجود عندك احتياطي المحافظة محافظتك وعنوان السكن وبتوصلك والتوصيل مجاني ومعها دوسية التأسيس يا صديق العزيز الابشر تمام معها دوسية التأسيس بإذن الله تعالى اللي احنا قاعدين بنشرح منها الطلاب اللي بسألوا ما تحنبلش على البطاقة شرح مادة التوجيه بحد ذاتها حنخلص التأسيس بتكون الوزارة ان شاء الله بشهر خمسة بداية ستة نزلت المنهاج بعد تطويره وتعديله دوسياتي انا جاهزة موجودة حنعدل بعض الشغلات زي ما التربية حتعدل بس بعض الشغلات انا هنا نقحتها وزبطتها بس في بعض التعديلات حنلتزم فيها بتعديلات التربية عشان نظل داخل الكتاب مش نطلع براء الكتاب وجيب من عندي لا من داخل الكتاب جيد منعدل ومباشرة ان شاء الله بعدها منبلش في المادة انا نصيحتي لوجه الله تعالى لطلاب التوجيه جيل 2006 عفوا طلاب التوجيه 2006 اللي هم الان اول ثنوي على اعتاب نهاية مرحلة الاول ثنوي وامتحين امتحانات نهائية وخلص وعيد عيد الاضحى لان امتحاناتك النهائية بتخلص متى تقريبا 27-27-6 الان عيد عيد الاضحى لان عيد الاضحى تقريبا اصلا باخر 6 بداية 7 عيد الاضحى خذلك بعد عيد الاضحى كمان ابو 5-6 ايام بريك بنكون احنا بلشنا شرح لانه الكل ببلش بشهر 7 او بعد بداية شهر 7 فاحنا بنبلش بعد بداية شهر 7 معنا شهر 7 ومعنا شهر 8 كامل يعني معنا شهرين وواحد تسعب تبلشو تقريبا في المدارس فأنت معك شهرين بتكون قاطعة فيهم المادة قاطعة فيهم جزء كبير من المادة كمان تمام؟ إذا مش تلثة يعني منحكي تقريبا نصها إلا شوي جيد نصها إلا شوي تكون ممتاز هيك أنت ووضعك 100% وفانتاستيك حتكون في لي خطة جديدة أنا ححكي لكم إياها تفصيلية إن شاء الله تعالى بخطة تفصيلية مرتدة كيف حتشتغل مع جيل 2006 بشغل مختلف عن جيل 2005 تكون خطة مرتبة بإذن الله بحيث حتى مادة الفصل الأول بعد ما تطلع منها ما تحكي الهم إنه أنا قاعد بدرس مادة فصل ثاني ونسيت فصل أول لا هتظل لك ذاكرها بإذن المولى عز وجل لذلك هشتغل معك بخطة احترافية بإذن المولى عز وجل ترضيك وتكون أنت هيك مرتاح ومتطمن إنه أنا شو ما يجاني سؤال وزاري على أي موضوع مهما كان مستوى السؤال أنا بحله بإذن الله ونفهم فيهم ما نحفظ حفظ واضح ايد بإيدك إن شاء الله تعالى إذا بتتبع التعليمات اللي أنا بحكي لك إيها فيما يتعلق بمادة الكيميا بإذن الله الميتين حليفك وبإذن الله الميتين سهلة إنك تجيبها وبإذن الله الميتين بإمكانك بكل بساطة وزهولة واستمتاع إنك تحصل على الميتين من الميتين بإذن الله تعالى بس إيدي بإيدك وإستمع إلي شو أنا بوجهك وبنصحك في مادة الكيمية تبعية التوجين شو تعمل بكل موضوع هنصحك إياه ووصل لك المعلمة بشكل جيد تابع أول بأول رب يرضى عنكم ويبارك فيكم ويفتح عليكم ونلقاكم إن شاء الله الحصة القادمة اللي نحكي فيها عن العوامل المؤثرة بالاتزان دعواتي إليكم دعواتكم إليه بالتوفيق والتيسير والسداد وإن رب العالمين دائما وأبدا يكتب لنا الخير والتوفيق بإذنه تعالى اللهم أخير السلام عليكم